أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية وضع منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع بالعاصمة الإدارية شدد مدبولي على أهمية تلك المنظومة الرقمية في تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية كما أكد مدبولي خلال الاجتماع الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في المجال الزراعي وفي مقدمة تلك المشروعات مشروعات جهاز مستقبل مصر وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز مستقبل مصر بعقد اجتماع تنسيقي ما بين الجهات المختلفة للنظر في كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليا والمنظومة الجديدة المقترحة